الطلب العزاء في مساق منذ المعلومات المحاسبة الحكومية مرحبا بكم في محاضرتنا اليوم سوف نتطرق إلى النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية طبعا يمكن أن تقسم النفقات العامة من حيث تأثيرها في الدخل القومي إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية وقد اعتمدت في التفرقة بين هذين النوعين من النفقات العامة على ثلاث معايير متداخلة طبعا قبل أن نتطرق إلى المعايير نجد أن نعرش مع النفقات التحويلية طبعا نفقات التحويلية هي تلك النفقات التي تؤدي مباشرة لزيادة في الانتاج الجاري أو القومي الجاري وسموها النفقات المنتجة أما نفقات التحويلية هي تلك النفقات التي لا تؤدي مباشرة لزيادة في الانتاج القومي بمعنى هي عملية إعادة توزيع الدخل القومي ويتتم دون مقابل إذن حتى أقدر أصنف التفقات إلى حقيقية أم نفقات تحويلية يجب أن يكون لديها معيار متداخلة المعيار الأول يسموه معيار المقابل ونقصل به ما تحصل به الدولة من الأموال المادية والخدمات مقابل نفقاتها والمعيار الآخر معيار الزيادة المباشرة في الإنتاج القومي وتبعا لهذا المعيار تكون نفقات الحقيقية هي النفقات المنتجة والذي عرفناها قبل قليل بالإضافة المعيار الذي يقوم باستهلاك الموارد العينية وعوامل الإنتاج هذا فيما يتعلق بالنفقات الحقيقية والنفقات التحويلية طبعا كمان في عندي تقسيم آخر عندي النفقات الثابتة العامة الثابتة والنفقات المتغيرة طبعا ما يجي نحك عن نفقات العادية والثابتة وهي النفقات التجدد على أساس معيار تكرارها الدوري فترد في كل من ميزانيات الدولة العادية كل عام وبطريقة منتظمة على سبيل المثال مرتبات الموظفين نفقات الصيان المبالي العامة ولا يقصد التكرار في كل عام في الميزانيات تكون بنفس المبالي فعلى سبيل المثال إذا طرقنا الميزاني العام للدولة للمملكة الوردونية الهاشمية رح يكون عندي فيه حساب بظهر في النفقات الجارية النفقات الجارية هي عبارة عن نفقات التي لا تورد أو لا تقوم بتوليد إراد لما نجد نتحرق لموضوع المحاسب المالية لكن في النفقات الحكومية نقدر نقول كالتالي النفقات الجارية هي النفقات المتعلقة في الرواتب ومتعلق فيها من الضمان الاجتماعي إذن هي متعلقة فقط في الرواتب أي بمعنى هي نفقات لا تقوم بتعاملية توريد إيران والغاية منها أنها تتكرر هاي النفقات في قائمة المركز المالي تتكرر في الموازنة العامة للدولة بشكل مستمر إذن بهذه الحالة بتظهر عندي هاي النفقات بشكل مستمر في نهاية كل عام عند عمية إعداد الموازنة العامة بالإضافة عند تقرير الموازنة العامة إعدادها وإقرارها إذن هاي النفقات بظلها متكررة لكن قيمة البنت اللي بظهر في الموازنة العامة للدولة هذا الرقم يتغير من فترة إلى أخرى هذا في المتعلق بالنفقات العادية الثابدة عند النفقات المتغيرة أي الغير عادية فهي النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية كل سنة كنفقات الحروب ونفقات مكافحة الأوبية الطارية ونفقات إغاثة منكوبيل كوارث الطبيعية هي بمعنى هي لا تتكرر بالشكل مستمر على سبيل المثال احتمالية إقرار في الموازنة العامة لعام 2021 سيتم إقرار بند فيما يتعلق في الكارثة فيما يتعلق في جائحة كورونا إذن حتى يتم عملية الاستجابة فيما يتعلق في المتغيرات الاقتصادية أو البيئية أو الصحية إذن بهذه الحالة حتى تقوم بعملية القيام بأداء كدولة فيما يتعلق في عملية مكافحة الأوبية إذن بهذه الحالة سيتم عملية إقرار بند في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 حتى عملية يكون في عندي فعالية في عملية أداء الدولة لواجبتها لكن هذا البند هو نتجة ديش حدوث ظروف طارع خارجة عن المالوف إذن بسموها النفقات المتغيرة أو الغير الاعتيادية أو العادية طبعا في عندي نفقات تصنيفة آخر عندي نفقات انتاجية ونفقات غير انتاجية النفقات الانتاجية هي النفقات التي ينتج عنها إضافة مالية كنفقات إنشاء الطرق والجسور أما النفقات الغير انتاجية فهي النفقات لا تنتج إضافة مالية مباشرة مثل مصريف المياه والزارة العمومية إذن نجي نحكي عن نفقات الانتاجية على سبيل مثال نقدر نقول بمعنى آخر رح نجعلها تصنيف آخر بسمية نفقات الاستثمارية أو الرأسمارية يلغي إنشاء الطرق فتح المستشفيات على سبيل مثال إنشاء المدارس إنشاء الجامعات إذن هي عبارة عن أشياء أو عسي مثال مؤسسات أو مشروع تقوم بإنتاج الدولة الغاية منها هي المساهمة في الناتج القومي لكن مجع النفقات الأخرى فيها عسي مثال مصريف المياه ومصريف الزر العمومي يتعتبر من نفقات الغير انتاجية طبعا في عندي نفقات كمان ناقلة ونفقات غير ناقلة ويقصد بالنفقات الناقلة الاعتمادات التي تنفقها الدولة دون أن يكون لها مقابل من أداء الخدمة لها أو زيادة في الثر وطنية كالإعانات الاجتماعية أما النفقات العامة الغير ناقلة فيقصد بها النفقات التي تنقلها الدولة للحصول على أموال وخدمات كنفقات الأشغال العمومية والتوردات إذا ما نجي نحكي عن نفقات الناقلة الاعتمادات هي فيما يتعلق مداء الخدمة في زيادة التروة الوطنية والإعانات الاجتماعية أما النفقات الغير عامة حكينا عنها هي فيما يتعلق فيما تقوم بنقل الدولة من أجل حصول على أموال وخدمات كنفقات الأشغال العمومية والتوردات طبعا في عندي كمان نوع آخر تقسيم رضيفي في عندي مجموعة من التقسيمات في عندي حسب الميزانية الأمريكية بالإضافة الفرنسية والإنجليزية أو مع الآخر بريطانية طبعا تقسيم النفقات العمومية في الميزانية الأمريكية طبعا يتم تقسيمها إلى قسمين عندي نفقات ضرورية القسم الأول وهي الانفاق على المجالات التي لا يمكن تحريك أرصدها كما يرغب الرئيس أو الكونغرس الأمريكي فعلى سبيل مثال نفقات الضماء الاجتماعي نفقات الضمان الصحي نفقات الرعاية الصحية لعنات هذه كل نفقات تعتبر من نفقات الضرورية وبالتالي لا يمكن للرئيس الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي تغيير أرصد هذه الحسابات أما الباقي فهي نفقات برامج التأمين البطالة والمدفوعات كعينات المزارين وعند النفقات الاختيارية وهي الانفاق على المجالات التي يمكن تحريك أرصدتها كما يرغب الرئيس أو الكونغرس ويتمثل في نفقات الدفاع القومي نفقات البنية التحتية نفقات الفوائد أبا باقي النفقات بتشمل المنفاق على حالات الطوارئ أو التخفيف الدين عام إذا بهذه الحالة هذه النفقات في المتعلقة بالدفاع القومي والبنية التحتية ونفقات الفوائد بالإضافة حالات الطوارئ هذه النفقات يمكن للرئيس الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي زيادة أو تخفيض هذه النفقات بشكل سنوي والغاية منها أحيانا حتى يتم يكون في عنده عملية سلاسة في اتخاذ القرارات وحتى يكون كما بتغطية النفقات لنا بتكون أحيانا على شكل أمور مستاجرة خاصة من نحك على الدفاع القومي على سبيل المثال إذا نستذكر في عام 2016 عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات الأولى كرئيس الولايات الأمريكية تم إقرار في تلك الفترة مشروع من أجل إنشاء حائط ما بين البلات المتحدة الأمريكية والمكسيك على أثارها تم إقرار نفقات بتعلقة في البنية التحتية وتم إقرارها من قبل الرئيس الأمريكي بحكم الصلاحية المخوئة له وبالتالي وافقت الكونغرس على هذا الموضوع لكن تم إقرار بقيمة أكثر من 4 مليار دولار تم تخصيصها في تلك الفترة من أجل إنشاء هذا الحال إذن بهذه الحالة كان عنده الصلاحية للرئيس الأمريكي إنه عملية زيادة المخصصات أو الانفاق في هذه الأوجه المخصصة له لكن حكينا في مجال الرعاية الصحية ضمانات الزمان الاجتماعي هذه الأمور ما بقدر الرئيس الأمريكي أو الكونغرس لأنها بتمس الأمن أو بسموها فيما يتعلق في المستوى المعيشة للمواطنين الأمريكيين عندي النوع الآخر من النفقات تقسيم الآخر هو التقسيم في الميزانية الإنجليزية طبعا تنتسب النفقات العامة في الميزانية الإنجليزية لقسمين عندي نفقات الجارية أو العادية وفي عندي نفقات الاستثمارية راح نلاقي عندي جزء كبير من هذه النفقات تتماثل أو تشابه بشجزء كبير من التصنيفات الموجودة لدى مملكة كوردينية الهاشمية فعلى سبيل المثال عندي نفقات الجارية وهي وحكينا هي عبارة عن الرواتب وفوائد خدمة الدين ودفاع القومي يمتعلق على سيمتال في النفقات الرجالي محكي عن الرواتب تطبيق القانون إذن راح نلاقي أنه في الميزانية الإنجليزية في عندي نفقات جارية وثمينة عادية منها كالتالي فوائد وخدمة الدين العام الدفاع القومي تطبيق القانون والنظام التحويلات الموجهة للقطاع العائلي هي بمعنى الإعانات وبالإضافة التأمين القومي والمعاشات والضمان الاجتماعي أما النوع الآخر من التقسيم البظهر في الميزانية الإنجليزية كالتالي هي النفقات الاستثمارية والتي تم تقسيمها كالتالي التعليم الصحة الإسكان والزراعة النقل والمواصلات تكوين راس المال هذا التقسيم في الميزانية الإنجليزية كمان بالإضافة لقروض القطاع الخاص وقروض الحكومات الجنبية والمشروعات الخاصة في الخارج كمان في عندي تقسيم النفقات في الميزانية الفرنسية وتقسم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية إلى نفقات دولة ونفقات الأنظمة الاجتماعية وكانت عندي كالتالي عندي نفقات الدولة والتالي التربية والصحة الدفاع تكاليف فوائد الدين التحويلات وفي عندي نفقات الأنظمة الاجتماعية من أهم النفقات المالية التأمينات المرضية ومساعدة التأمين على الشيخوها التأمين على البطالة الإعانات العائلية وكمان في عندي تقسيم آخر فيما يتعلق في نفقات الجماعات المحلية وتمثل في نفقات تشغيل الشباب ونفقات تدعيه المشاريع الاستثمارية إذن في عندي هي تقسيمات لكن هي للعلم كمان في عندي نفقات مختلف المنظمات وإدارات المركزية والسمة تلك التالية الإعانات المقدمة المنظمات ذات الطابع الاجتماع والخيري وعندي نفقات المقدمة للإدارة المكلفة بتسيئ المرفق العامة طبعا في عندي تقسيم معاصر النفق العامة سيتجه الفكر المالي الحديث إلى تقسيم النفقات العامة إلى قسمين هما عندي النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية وهذا ما هو مطبق حسنا حاليا في ميكورديني الهجمية تم تقسيمها إلى ما يلي نفقات الجارية وهي ما تعرف النفقات الاستهلاكية أو النفقات بسموها النفقة الغير منتجة فهي نفقات تقدس دورها على ضمان سير الإدارة العامة وعلى إشباع الحالات العامة مثل نفقات الرواتب والجور على سبيل مثال إدمجنا الطلع أو من خلال محضراتنا سابقة واطلاعنا على الموازنة العامة للدولة سنلاقي أنه بشكل كبير في عندي تقسم الميزانية العاملة للدولة كالتالي في عندي جانب الإرادات وفي عندي جانب النفقات والنفقات تقسم إلى مجموعة من القصاء كان في عندي نفقات الجارية وهي متمثلة بنفقات القطاع المدني بالإضافة للقطاع العسكري وبالإضافة فيما يتعلق كل مكن سمع نفقات جارية وفي عندي نفقات الأمن والسلامة إذا كنت تتعبار من الرواتب والغاية أن هذه النفقات غير منتجة لكن هي نفقات جارية وبالتالي فقط هي عملية لأجل ضمان سير الإدارة العامة وإشباع الحاجات العامة للمجتمع لكن النفقات الاستثمارية وهي ما تعرف بالنفقات الرئيس مالية أو نفقات المنتجة أو تعبر على النفقات التي تخصص تكوين رؤوس الأموال وزيادة الطاقة الانتاجية طبعا جزء الآخر في الميزاني العام للدولة راح نلاقي عندي كمان في عندي النفقات الرئيس مالية وكانت مقسمة نطل عليها في محضرات القادمة راح نلاقي أنه عندي ثلاث تصنيفات عندي الجزء الأول فيما يتعلق مشاريع قادر التنفيذ عندي مشاريع سيفيتم تنفيذها وعندي مشاريع أخرى إذا راح نلاقي في عندي تقسيمات مختلفة فيما يتعلق بالنفقات الرئيس مالية لكن هذه النفقات هي بتصب في مصلحة الدولة وبتساعد على عملية تعزيز الاستثمار في المستقبل وهي عاصل مثال إنشاء المستشفيات إنشاء الطرق فيما يتعلق في الصحة متعلق بالتعليم حيث إنشاء المدارس والجامعات إلى آخرية هاي بتكون بشكل مهم بتأسس أو بتساعد في عملية تعزيز مكانة الدولة لكن في نقطة معينة من خلال طلعنا حضرتنا السابقة ما قلنا إنه حجب الإنفاق على النفقات الجارية كان جدا كبير أي بمعنى راح نلاقي إنه تقريبا ما يقارب أكثر من ثماني مليار دولار ثماني مليار دينار أردني هي عبارة عن نفقات جارية لكن فيما يتعلق بالنفقات الرسمالية هي عبارة عن فقط مليار و 250 مليون دينار إذن جزء كبير من الإنفاق يذهب كنفقات جارية طبعا في عندي أسباب لتزايد النفق العامة يلاحظ من خلال دراسة متأنية لمختلف الميزانيات القومية للدول أن حجب الإنفاق الحكومي دائما في ارتفاع متزايد وهذا بهدف من أجل إشباع حاجات المجتمع وترجع أسباب هذه الزيادة إلى قاعدتين في عندي أسباب الظاهرية وفي عندي أسباب حقيقية طيب نيجع على أسباب الظاهرية في محاضرتنا لهذا اليوم طبعا على سبيل المثال هي الزيادة بتكون بشكل ظاهري أي بمعنى على سبيل المثال تدهور قيمة النقود كيف نتدهور قيمة النقود؟ على سبيل المثال قد يكون تدخم أرقام ميزانية راجعا إلى تدهور قيمة النقود أي تدهور القوة الشرائية للنقود ويترتب على ذلك أن الدولة التي تحصى على نفس القدر من السلع والخدمات عليها أن تدفع عدد من الوحدات النقد أكبر مما كانت تدفعها من قبل للحصول على نفس المقتار ويترتب عليها زيادة في أعباء التكليف العامة إذن التدخم قد يكون سبب من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق في الميزانيات العمومية أو في الميزانيات الدولة إذن لو طلعنا بشكل سريع وشفنا على سبيل المثال مؤشرات التدخم في بعض الدول حول العالم فعلى سبيل المثال يوجد عندي مؤشر فيما يتعلق في معامل التدخم Jordan inflation rate معدل التدخم لا يمكن أن أقوم باحتسابه من عام موجود عندي بينات من عام 1977 حتى تاريخ 2020 إذا ما نلاحظ بشكل سريع أنه سنكون عندي كالتالي أنه كان في عندي ارتفاع كان من التدخم لكن ضمن المعدلات المسموحة دائما النسبة المسموحة تكون من تقريبا من 1 إلى 3% إذا منلاحظ أنه في عندي ارتفاع وصل تقريبا في شهر 3 جانيوري 2020 تقريبا 2.1 نسبة التدخم وهذه النسبة مقبولة إلى حد لما لكن بعد ذلك لاحظنا أنه في عندي انخفاض بشكل كبير في التدخم وصل تقريبا أقل من 1% وبعد ذلك صار في عندي في فترة بسموها مرحلة الكساد وهي مثلا خفضت إلى سالب 0.2 بدين 0.6 وهكذا بعد ذلك بلش حقق الاقتصاد هسا حاليا ارتفاع بشكل بصير لكن الأردن عانى بفترة خلال أزمة وجائحة كورونا من فترة كساد تقريبا معدت أكتر من تقريبا ما يقارب 6 شهور إذن بهذه الحالة هبعطينا مؤشر فيما يتعلق في الأسواق إذن بهذه الحالة احتمالي كمن تأثيره على الميزانية العامة للدولة لكننا نلاحظنا هنا في استقرار فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن بشكل بسيط consumer price in Jordan هو بيعتمد على مؤشر أسعار المستهلك طبعا التغييرات كانت تيجي كالتالي بأخذ معي الاعتبار هي فيما يتعلق في قطاع الاسكان بالإضافة للملابس قطاع الألبسة كمان بالإضافة فيما يتعلق في قطاع transportation النقل وبالإضافة عندي في قطاع الثقافة والتعليم وإلى آخرين إذن هذه المؤشرات كلها تدخل في عندي في موضوع عملية الارتفاع أو الخفاض في مؤشرات تضخم لأنه يعتمد به مؤشر أسعار المستهلك في هذه الحالة لو انتقلنا على سبيل المثال فيما يتعلق في لبنان راح ألاقي أنه عندني في لبنان مؤشر التضخم بلغ مؤشرات قياسية خلال الفترة خلال عام 2020 إذا ملاحظ كان عندي النسب مبدئيا مقبولة في أكتوبر 2016 كانت 1.33 بعدين ارتفعت بالشكل جدا سريع حتى بصلت القيمة 131% طيب هذا المؤشر شو بعطينا بمعنى كالتالي إذا كان الموظف بحاجة على سبيل المثال بإنفاق على سبيل المثال 1 دولار حتى يشتري هذا المنتج أصبح حاليا في الفترة الحالية أنه بحاجة للإنفاق 13 دولار حتى يحصل على نفس المنتج اللي كان يشتريه قبل تقريبا سنة وإذا كانت عندي مشكلة كبيرة حاليا وخاصة إذا كان عندي الاقتصاد باعتمد بشكل كبير على المستوردات إذا بهاي الحالة على سبيل المثال لو أخذنا كمان بشكل أبسط وحكينا كالتالي إذا كان القطاع فيما يتعلق في قطاع الأدوية في لبناء باعتمد بشكل كبير على الأدوية المستوردة من الخارج إذا بهاي الحالة عملية قيمة أو المبالغ رح سرتفع عندي فيما يتعلق في قيمة الأدوية إذا بهاي الحالة عاسي مثال إذا كان الدواء اللي كنت أشتريه عاسي مثال في العملة المحلية عاسي مثال سعره 100 ير لبناني إذا بهاي الحالة بدأت تفع تقريبا 1300 ير لبناني لحتى أشتري هذا المنتج وهي نسبة جدا كبيرة بهاي الحالة بيسموها لانخفاض القوة الشرائية للعملة طيب بهاي الحالة لو بصير عند تضخم إذا بهاي الحالة هاي رح يأثر على الميزاني العامة للدولة كيف يعني؟ عاسي مثال أن الدولة كاعدة تعتمد بشكل كبير فيما يتعلق في تقديم خدمات تعتمد في أساسها على مستوردات من الخارج إذا بهاي الحالة أن الدولة بهاي رح تقوم بزيادة النفقات حتى تقوم بتغطية نسبة تضخم اللي صارت عندي إذا بهاي الحالة على سبيل المثال أنه في الموازنة العامة للدولة في ما نحكي عن الجمهورية اللبنانية كانت بحاجة لقيمة 10 مليار دولار إذا في السنة القادمة هون بحاجة لتقريبا إلى 15 أو 20 أو 30 مليار لأنه في عندي زيادة فيما يتعلق بهذا الموضوع لما نحكي عن الموازنة عندما يتم عدادها بالعملات المهلية أي بمعنى إذا كانت الموازنة العامة للدولة اللبنانية كانت بقيمة 100 مليار لير اللبناني أنه في السنة القادمة رح يكون بحاجة إلى تقريبا 1300 مليار لحتى يقوم بتغطية النفقات رح يصير عندي لكن هذه القيمة رح تتم تخصوصها هي نفسها القيمة إذا قارنناها مع معاملات تضخم قبل سنة سابقة فهذه الفكرة أنه التضخم يأثر عندي وهذه يسموها زيادة ظاهرية وليست حقيقية هذه النقطة أساسية من حد أن نوضحها فيما يتعلق في معاملات التضخم وهذه كمان موضوع لا يتعلق كمان في المحاسبة الحكومية كمان يتعلق كمان في المحاسبة المحملية بالشكل الكبير تعتبر المشاكل المحاسبية إذن حكينا فيما يتعلق في تدهور قيمة النقود كمان في عندي اختلاف الفن الملي كيف يعني يؤدي اختلاف طريقة إعداد الميزاني العام اللي زيادة النفقات العامة بسموها زيادة ظاهرية على سبيل المثال لما أستبدأ موضوع معين فيما يتعلق مبدأ عمومية الميزانية أو الميزانية الجمالية بعد اتباع مبدأ الميزانية الصافية يعتبر هذه الزيادة بالطبع زيادة ظاهرية تسبب فيها تغيير القواعد المحاسبية الميزانية لا زيادة حقيقية في النفقات العامة على سبيل المثال قبل عدد سنوات تم اعتماد معيير المحاسبة بسم معيير المحاسبة الدولية للقطاع العام في الأردن إذا في هذه الحالة عملية إعداد الموازنة العامة قبل إعداد أو اعتماد المعايير كانت تختلف بشكل كبير عن عملية إعداد الموازنة العامة بعد اعتماد معيير المحاسبة الدولية إذا في هذه الحالة رح يأثر عندي على عملية إعداد الموازنة العامة لكن هو بسموه اختلاف الفن المالي أي استخدام طرق وأساليب مختلفة عن الأساليب الكاتب المستخدمة في الصابق كما النقطة الأخرى حتى تكون عندي بسموها زيادة ظاهرية وليس زيادة حقيقية في الميزاني العام للدولة هي التوسع الإقليمي والنمو السكاني إذا في هذه الحالة يترتب على التوسع الإقليمي من خلال زيادة مساحة الدولة بضم أقاليم أخرى وتزياد النمو السكاني إلى زيادة حجم الانفاق وتعتبر هذه الزيادة في النفقات العامة زيادة ظاهرية بالنسبة لسكان الدولة الأصليين لأنه لا يترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع العام بالنسبة إليهم ولا زيادة في الأعباء التكريف العام الملقاة على العتقم إذن بهذه الحالة إذا بتيج على سمثال مقوم مقارنة الميزاني العام للدولة في عام الفين مقارنة في عام الفين وعشرين رح تلاقي عندي هناك في قيمة بتجوز تتروح الميزاني العامة بقيمة أربعة مليار مقارنة نفس حاليا ما يقارب تسعة مليار طيب الزيادة لها اللي صارت عندي هي زيادة بالسبب عدد أداد السكان قيمة تعز السكان ما يقارب خمس مليون نسمة هسا حاليا عندي أكثر من عشر مليون نسمة إذن بهذه الحالة صارت عندي زيادة بالسكان إذن زادت عندي النفقات العامة لكن لو ديج يقوم من احتساب نصيب الفرد من النفقات إذن بهذه الحالة رح يكون عندي في عام الفين وفي عام الفين وعشرين رح يكون بنفس القيمة إذن هذا فيما يتعلق في الزيادة الظاهرية إذن لهون تنتهي محاضرتنا شكرا لكم على حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر